مساء الخير السارة ومساء الخيرة على كل جماهير النادي الاهلي اللي بعتقد ان كلهم بيبصوا على النهاردة انه يوم للمتعة ماتش للتاريخ نتكلم عن أريحية نتكلم وليه لأ؟ وإحنا الحقيقة فرقتنا عاملة سيزن أكتر من رائع بالأرقام وبالإحصائيات نتكلم على أفضلية برضو ليه لأ؟ وإحنا عاملين نتيجة أكتر من إيجابية حقق الفريق بالفوز على الودات في ملعبه 2-0 نتكلم على روح معنوية في عينان السماء برضو ليه لأ؟ لأن احنا مقربين جدا إن شاء الله بإذن الله من نهائي دوري الأبطال لكن ده ما يخلناش أبدا 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 ننسى أن الكورة ما فيهاش مستحيل وأنه الكلام عن أفضلية الملعب ما بقتش موجودة خصوصا في النسخة الحالية من دوري الأبطال وأعتقد زي ما قلت لحضراتكم بدل ما نسميها مباراة زهاب مباراة إياب أنا بعتقد أنها مباراة من شطين شط أول خلص فيه المغرب بنتيجة تتنصف وشط تاني تتساوى فيه الفرص للفرقتين حتى ولو كان المطش بيتلعب في القاهرة وخليك دايما فاكر خليك دايما فاكر إن فرقة الوداد واحدة من أقوى وأجمد فرق أفريقيا وليه لأ وهي بس في آخر ثلاث نسخ قدرت توصل لإثنين فاينال وتكسب واحدة منه عشان كده لابد إن احنا نقدر فريق الوداد وندي له حجمه وحقه الحقيقي والطبيعي وده إن شاء الله بإذن الله يكون أول طريق الفوز وتحقيق المكسف فيه مطش مهم جدا ونوصل للمباراة المنتظرة المباراة الأهم إن شاء الله بإذن الله يكون موجودين كطرف فيها في مباراة نهائي دوري أبطال أفرقين ترجمة نانسي قنقر